33 فقارة تضمن جدول أعمال جلسة اليوم لم يحضر لمناقشتها أو إقرارها سوى 33 نائبا مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب تعمد أغلب الكتل الإخلال بنصاب الجلسة كان نتيجة عدم التوصل لتوافق حول إقرار الموازنة التي يبدو أنهم لم يكونوا على علم بأن رئاسة المجلس لم تدرجها على جدول أعمال اليوم لم تعقد الجلسة بشكل رسمي بسبب عدم اكتمال النصاب والسبب في ذلك هو استمرار الخلافات السياسية بين الكتل السياسية حول قانون الموازنة لم تتوصل الكتل إلى اتفاق سياسي حول الموازنة لحد هذه اللحظة وانتقد نواب عن محافظة كاركوك استمرار مقاطعة بعض الكتل لجلسات المجلس في إشارة لإصرار النواب الكرد على مواقفهم بعدم حضور الجلسات احتجاجا على عدم تضمين مطالبهم ضمن قانون الموازنة المكون السني والمكون الكردي لديهم ملاحظات نحن لدينا أيضا ملاحظات كمكون تركماني ولكن المقاطعة لا تفيد دخلوا اتفقوا ناقشوا كل مرة تتعاركوا لش السمعة تتعاركوا يعني إيقاف موازنة الدولة هي ليست بمفيدة هذه مهمة مو مفيد حالة إيجابية نحن ككرد طالبنا عدة مرات بدرج حقوقنا في هذا القانون ولكن الحكومة لحد الآن لم تستجيب لهذا إذا لم تستجيب الحكومة لمطالبنا سنقاطع جلسات البرلمان وخاصة جلسة التسويت على الموازنة لأن هذه مستحقات الأقليمية دستورية وقانونية وبرغم إعلان عدم التوافق هذا بين مختلف الكتل النيابية حول قانون الموازنة خرج نواب خلال مؤتمر صحفي محذرين من اتفاقات تمت بين قيادات سياسية لتمرير الموازنة بما يخدم مصالحهم الانتخابية أساء الكتل المحسوبين على بعض الكيانات والكتل والطوائف والقوميات يريدون أن يمرروا الموازنة حسب أمزجتهم وحسب دعاياتهم الانتخابية ولذلك نحن نحذرهم وسوف نقوم بفضح جميع الفقرات التي أدخلت الفقرات الشخصية والفقرات الانتخابية وسوف نطالب الشعب العراقي بعدم السماح لهؤلاء أن يرشحوا مرة أخرى لأن هذا ضحك على الذقون وبرغم محاولة رئاسة مجلس النواب إعطاء المزيد من الوقت لتحقيق التوافق السياسي حول إقرار مشروع قانون الموازنة إلى أن نوابا يرجحون تمريرها بأغلبية الحضور داخل الجلسة من داخل المجلس النواب ببغداد أحمد عرام الحرة